في البداية إيه الخطوات اللي لازم نتبعها لبناء أسرة متمسكة دينياً وزي ما كنا نتكلم من غير ما يكون فيه قيود أو تشديد على الأطفال جميل بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة الشق الأول والمهم أن أعرف أن فكرة الزواج نفسها لها حكم هذا الحكم يختلف من إنسان لإنسان أحياناً يكون الزواج واجباً وأحياناً يكونوا مندوباً وأحياناً يكونوا حراماً يعني إيه؟ واحد لا طاقة له بأن يعيش لوحده لازم يتجوز وعنده الباء كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج النحاهي سموا اللام دي لم الأمر يعني لازم طيب الأمر الثاني أنه الإمام مالك يقول وهو بيكلم عن العدل يقول ومن لم يستطع العدل مع اثنتين فزواجوه بالثانية حرام وبعد يقول ومن لم يستطع العدل مع واحدة فزواجوه أصلاً حرام يعني إيه؟ ما يستطعش العدل مع واحدة ما يدرش يصف عليه أو يعيش في مستوها اللي هو واخدها منه ما عندوش الباءة يوفي بالتزاماته كذوق نعم يوفي بالتزاماته كذوق إذا لم يستطع هذا فالزواج بالنسبة إليه ليس هو حرام لأنه من الظلم طيب استطاع وتوفرة العوامل هو حر طيب إذا كان الزواج ليس واجباً خلاص وهو على قدر الاستطاع وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن آياته في الكون في الآية المحفوظة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها أبلها يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل بينكم مودة ورح لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا يتقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لا آيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتراؤكم من فضله إن في ذلك لا آيات للقوم يسمعون ومن آياته يغيكم البرق ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إذن الزواج حين يوضع بين هذه الآيات بيقول لك أن الزواج آية زي خلق السماوات والأرض ما هو آية زي خلقك ما هو آية زي اختلاف الألسنة والأرض زي يوم الإيامة ما هو آية إذن لما يكون الجواز ليس واجباً ولما يكون الجواز لما تتجوز بآية زي السماوات والأرض لابد أن تعرف قدسية ما أنت مقبل عليه